أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مدلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارات دبي المرسوم رقم 20 لسنة 2022 بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالية لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها ونص المرسوم على أن تلغى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009 على أن تقيد لدى المحاكم المختصة جميع الدعاوة والطلبات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم ووفقا للمرسوم تستمر اللجنة بنظر الدعاوة والطلبات التي ما زالت منبورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022 على أن تحال جميع الدعاوة والطلبات التي لم يتم الفصل فيها بحكم بات خلال المهلة المشار إليها إلى المحاكم المختصة وذلك طبقا لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي وبدون استفاء أي رسوم جديدة ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره